طيب أنا هنا بقى هيبقى عندي خمس ست سبع ثمان تسع عشر أسئلة كده أنا ضد أو أنا مدرست الشغل بتاعي مش إن أنا بقى يطيق بقى دكتور وقول لنا الترتيب بتاع منذ أن يتقدم المواطن بشكواته إلى أن يتم الحل كنا ده يهمش المواطن في حاجة هو اللي يهمه إن المشكلة تتحل صح أول سؤال فالحاجات اللي زي كده بيبقى لها مستوى الخدمة سيرفيس لفل أنا النهاردة يوسف اتكلم مثلا الساعة عشر صباحا على الكول سنتر أو عن طريق الويب سايت أي أن كان تقدمت بشكوتي إلى أن يتم الرد علي مش بتكلم بس عن الحل يتم الرد علي بإنه شكوتك وصلت أدي واحد اتنين متابعة تلاتة حل أو توجيه أشكر حرق جدا لأ ده أنا شكرا ده يعني الكلام ده احنا شغالين عليه لأن احنا قدرنا زي ما قلت لحضرتك كده بيبقى فيه السيستم أو نظام عمل ودورة عمل محكمة بنشتغل عليها فده بيلبي أو بيحقق الكفاءة ننتقل بقى للفعالية اللي حراج بتتكلم عليها اللي يهم المواطن فعلا مش إن السيستم حلو وأو يا سلام عندنا نظام لأ فعال ولا لأ أيوه ومستويات الفعالية ده بيتحقق من خلال زي ما حركت فضالة الشك وأول ما بيتم تسجيلها بقى خلاص يعني فريق العمل اللي أنا بشرف العمل معاه اكتسب من الخبرة اللي تمكنه من إنه يصنف وفقا لأولويات بمعنى إن لو واحد بيختصم جهة عمله وعنده مشكلة في مثلا تأخر ترقية أو مستحقات متأخرة يحتمل إن النهاردة الخميس بالليل هو سجل الشكوى فيعني الدنيا مش هيحصل حاجة لو انتظرنا ليوم الحد أو يوم الثلاث أو هكذا غير مواطن بيستغيث بشأن حالة صحية تتطلب تعامل وتدخل سريع السواني بتفرق فانا عندي تصنيف لنوعية الشكوى عندي أقود بالزبط كده وبقدر أدي يعني يبقى فيه تنبيه لباقي فريق العمل طارق وعاجل وهام بالزبط كده حضرتك وكمان تصنيف قطاعي يعني ممكن نبقى في وقت من الأوقات مكلفين بالعمل على ملفات مثلا تصدت الحكومة في عام 2018 لملف تراكمات القمامة والمخلفات وده كان وقتها تكليف من دولة رئيس مجلس الزراء كان في أكتوبر 2018 اشتغلنا عليه واشتغلنا بمنتهى الجدية وتفعلت معنا كل الجهات الحكومية المعنية والمختصة فكان لازم النوع ده من الشكاوى بديله علامة معينة علشان أقدر فريق العمل المختص يلتقطها بسهولة ويوجهها لجهات الاختصاص ويعمل اللي حراك قلت عليه المتابعة لحين الإنجاز أرجع لسؤال حضرتك علشان أبقى رضيت في شكاوى يتم التعامل معها آنياً ولحظياً زي ما قلت لحضرتك الطريق والعاجل بالزبط استجاسات بمختلف أنواعها الملفات زي ما قلت الحراكة اللي بنبقى شغالين عليها يعني مثلاً بالتنسيق مع وزارة التضامن كان فيه أحد الملفات الهمة المواطنين اللي هما بنلاقيهم لسبب أو لآخر حصلت لهم ظروف فيبقوا مش لقين مكان موجودين في الشوارع فكانت الوزارة التضامن بتتكفل بالتعامل مع هذه الحالات وتوفر ليهم الإيواء ويمكن ده أحد البرامج اللي يعني من وجهة نظر أنا بقى كمواطن وكإنسان مهمة جداً جداً وزاد أثر مجتمعي كبير جداً طبعاً ويمكن أدعو السادة المواطنين اللي بيتابعونا دلوقتي يقرنوا حال الشارع المصري في الآوانة الأخيرة مع ما قبل ويمكن من 2011 لكام سنة شكل الشوارع كانت عاملة إزاي وشكل الإشارات كانت عاملة إزاي والناس اللي كانوا بيبقوا متواجدين فيها والناس اللي كانوا بيبقوا نايمين على الأرصفة يعني أنا ما بقولش إن الجاءتي ممكن أن يصادفنا وعلشان كده الوزارة ما زالت شغالة وتتلقى البلاغات فيكون إحنا زي ما قلت لحضرتك هذه البلاغات ليها أولوية وفرق العمل اللي على الأرض بتتحرك بشكل مباشر وفي بعض الأحيان بيبقى الموضوع مركب يعني مش فريق العمل هينزل ياخد المواطن أو الطفل ينتقل بيه مباشرة لازم فيه إجراءات معينة وبعض الأحيان ما يلاقيش معاه أوراق سبوتية أو إثبات شخصية وبعض الأحيان بيهم يحتاج تدخل جهات وأكتر من جهات يعني الموضوع زي ما بيقول لحضرتك الأولويات بتبقى متنوعة في بعض الأحيان ممكن قطاعي في بعض الأحيان ممكن حسب طبيعة الموضوع وبيتم التعامل معاه وفيه موضوعات زي ما قلت لحضرتك برضو ممكن بتاخد وقتها وتمشي في الدورة المعتادة زي ما حراك بتقول الحراك ما حبيتش تقف عندها أو تعرف السيستم ماشي إزاي يعني لكن بنتكلم على الإنجاز بالظابط